ترتفع وطيرة الأزمة بين روسيا والمملكة المتحدة على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا مع ارتفاع حدة التصريحات والتهديدات المتبادلة بين الطرفين زعيمة هذا التوتر بريطانيا التي اتخذت إجراءات بحق روسيا لم تفعلها منذ ثلاثة عقود وصرحت بتصريحات توشك أن تصنع فتيلا لحرب باردة بين البلدين الكبيرين يكاد يشتعل التوتر الحاصل بين موسكو ولندن ارتقى من الاتهامات المتبادلة إلى إجراءات على الأرض من الطرف البريطاني تمثل بداية بطرد دبلوماسيين روس من المملكة في أول إجراء من نوعه منذ ثلاثين عاما وهو ما قالت موسكو إنها سترد عليه بالمثل ترافق ذلك مع دعم أوروبي وأمريكي كبير لبريطانيا في اتهاماتها لروسيا القضية بدأت بعدما عثر على الجاسوس الروسي السابق سيرجيس كريبال وابنته فاقدين للوعي على مقعد في مدينة جنوب غرب إنجلترا في الرابع من أذار الحالي ونقلا إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما تعرضا لمحاولة اغتيال قالت السلطات البريطانية إنهما تعرضا لهجوم بمادة كيميائية سامة أعدتها روسيا في عهد السوفيات بريطانيا اتهمت روسيا رسميا على لسان رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي أكدت مسؤولية روسيا عن تسميم الجاسوس السابق وأعلنت زيادة على طرد 23 دبلوماسيا روسيا تعليق الاتصالات الثنائية مع موسكو وإلغاء اجتماع كان مقررا لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافرو في بريطانيا إضافة إلى امتناع أي فرد من العائلة المالكة أو الوزراء البريطانيين الحضورة في مباراية كأس العالم لكرة القدم في روسيا هذا الصيف من جهتها موسكو لم تتأخر بالرد إذ اعتبرت أن طردت دبلوماسيين الروس عمل عدائي غير مقبول وغير مبرر وغير عقلاني كما حملت السفارة الروسية في لندن القيادة السياسية البريطانية المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقة بين البلدين قائلة إن لندن اختارت المواجهة في هذه القضية إذن هو صراع جديد بين قوتين عظيمتين في العالم أخذ منحا دوليا حضرت قضيته في اجتماع طارئ لمجلس الأمن تدعم أحدهما قوى عظمى أخرى أما الطرف الآخر وهي روسيا فتجد نفسها وحيدة في هذا الملف تحاول إبعال التهمة عن نفسها من جهة وتتواعد بالرد على الاتهامات من جهة ثانية ما يفتح الباب أمام تصعيد أكبر بين البلدين ستكشف عن نتائجه الأيام المقبلة